طيب ايه بقى المفاجأة اللي عايز اقولها لحضراتكم ليه اتحاد القرى اعلن النهاردة عن طاقم تحكيم اسباني بقيادة اليخاندرو مونيز لادارة مباراة الاهل والزمالك الماتش لسه متلات والنهاردة لحد الناس افتقرت ان الاتحاد اعلن قال يعني كده بيحط مثلا النادي الزمالك في امر واقع ان المباراة في موعدها والمباراة هتتلعب وان المباراة هيديرها طاقم تحكيم اجنبي وخلاص تم الاتفاق معه والطاقم تم الالان عنه والطاقم جاي بكرة لا القصة مش كده خالص عشان تعرفوا ان فيه مشكلة جوا اتحاد القرى انا مباراة نوهت عنها بدون الدخول في تفاصيله ولتركوا الفترة جاة ممكن تسمعوا عن فكرة اصل بيريرا ممكن يمشي خلال ساعات خلال ايام نهاية الشهر ياخد شهر مؤدم ويمشي ما يكملش المسيم هتسمعوا قصة كبيرة ليه؟ وانا بسأل وبشوف ليه الاعلان ده فجئت ان بيريرا النهاردة الظهر بعت على سيستم اسماء الحكام اللي بيتم اختارهم بمباريات الدوري انه بلغ الكابتن محمد معروف بادارة مباراة القمة بين الاهل والزمالك بلغ الكابتن محمد معروف بادارة مباراة القمة بين الاهل والزمالك لذلك اتحاد القرى على طول راح اعلن عن طاقم التحكيم الاجنبي عشان ما يكونش فيه بالبلة لان اللجنة كانت عايزة تجيب طاقم تحكيم مصري والاتحاد اثار على تعيين طاقم تحكيم اجنبه لذلك سارع النهاردة في الاعلان بشكل رسمي عن طاقم التحكيم الاجنبي اللي بيحصل جوه خمسة شارع الجبلية ده اللي هنشوف تطوراته خلال الفترة اللي جاية ولكن بيريرا فيه تحاجات بتحصل انا مش قادر استوعبها او قادر افهمها